استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاش حسن الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان تمار الزين وتم البحث في سبل توطيد العمل المشترك بين المجلس والوزارة في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص في مجال الاستكشاف في الثروة السمكية بالإضافة إلى استكمال الشراكة في العديد من المجالات وتم الاتفاق على أن يكون هناك مشاريع قادمة بين المجلس الوطني للبحوث العلمية بخبرات تقنية وبين وزارة الزراعة من جهة ثانية أطلقت وزارة الزراعة عملية تسليم القمح الطري 116 طن للمزارعين في بعلبك الهرمل نسبة 25 كيلو جرام عن كل دنوم يستفيد منها 850 مزارع في بعلبك الهرمل من أصل 1577 مزارع مما تقدموا بطلبات قبلت جميعها المنظمة قدمت هبة ب30 طن من القمح الطري ضمن إطار الخطة أو خطة النهوط في زراعة القمح ولا شك اليوم أنه كان هناك علقية عديدة حتى نبلش من الأخير علقية عديدة حالة دون علقية مادية وإدارية وخلافه ولكن نحن نقول أن هذه الخطة هي خطة استراتيجية خطة وطنية بامتياز غير مسموح لأحد أن يعرقلها بدوره أثنى مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم أحمد أدخيري على الجهود المشتركة بين وزارة الزراعة والمنظمة العربية للتنمية وأكساد والفاو بدعم جهود الوزارة من أجل تحسين العملية الزراعية نحن في المنظمة العربية للتنمية الزراعية الآن لدينا برنامج كبير في الوطن العربي في تحقيق الأمن القزائي استنادا على المحاصيل أو السلعة الأساسية وعلى راسة الغلال ومن أهم الغلال طبعا معلوم لدينا في المنطقة العربية هو القمح ولفت الدخيري إلى أن إنقاذ الموسم خير من أن لا يبدأ